بعدين إذا أنكرنا الميلاد العذراوي ليسوع كيف يمكننا أن نصدق كافة الأمور في الكتاب المقدس ثم السؤال الثاني ما هو معيار القبول يعني إيه اللي بديقن عك عشان تقبل فإذا أنت رافض حترفض بغض النظر إذا أنت بتتبع مبدأ أو دين أو طايفي ومش عاوز تبحث عن حق فأنت راح تحارب بكل إمكانياتك طريق الله وهذا ليس غريب على المسحية من بداية المسحية مثل ما ذكرت أنه في حرب شرسة شيطانية ضد هوية يسوع المسيح ثم يعني ما هو معيار القبول إذا بدكش تصدق إيه اللي ممكن أنت تصدق من لا يؤمن بالميلاد العذرا ولا يقدر أن يؤمن أن يسوع هو ابن الله الحقيقي من ثم تنكر أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد من ثم تنكر المعجزات أو تنسب المعجزات لأله لكن خارج عن إرادة يسوع ولكن عندما تقرأ العهد الجديد بتشوف الأمر بيختلف كليا فما تفرتكها ولا تحاول تتحايل بالكلام مثل ما بنسمع على صفحات السوشال ميديا فالكتاب واضح نشوف مثلا يسوع له سلطان على الموت أقام الموت بل يعني أقام نفسه أقام نفسه من الأموات من يستطيع أن يفعل هذا سلطانه على الرياح وعلى الأمواج ما هو اللي خالق الطبيعة سلطان على الشياطين الكائنات الروحية سلطان على الطبيعة يستطيع أن يهدئ العواصف لدرجة استغروا من هو هذا فإن الريح أيضا تطيعه بيتساءلوا كانوا عن هذا السلطان ثم ماذا عن إكثار وإشباع الآلاف أن يمشي على الماء يعني قانون الجاذبية تحويل الماء إلى نبيذ يعني العناصر الماء لا لونة له ولا طعم ولا رائحة لما عمل المبيذ صار إلو لون صار إلو طعم صار إلو رائحة مين اللي عنده القدرة أن يقوم على هذا الشيء فمحتاج شوية إخلاص وأمانة أنك تفكر في الموضوع بشكل جدي فإذن ليه الميلاد العذراوي لأنه مثل ما ذكرت أول شيء إذا مننكر الميلاد العذراوي فإذن نحن ننكر كل الإعجاز في الكتاب المقدس نمرة اثنين الميلاد العذراوي ضروري جدا لفهم أهم حقيقتين حقيقة وهوية من هو يسوع فالميلاد العذراوي خلينا نروح للحقيقة الأولى أنه مولود من امرأة أي أن المسيح هو إنسان كامل بلا خطية لكي يفدينا ويبررنا ويمثلنا أمام الله وهذا التبرير فيك تقرأ عنه في رسالة روميا لصاحة الخامس عبرانيين أربعة فإذن المسيح مولود من امرأة كإنسان كامل بلا خطية لكي يفدينا ويبررنا وفي نفس الوقت يمثلنا أمام الله فهو الفادي فداؤه وكفارته هي كافية وضررية لكل الجنس البشري ومن ناحية أخرى لأنه إنسان كامل يستطيع أن يمثلك أمام الله استطاع أن يوفي ويردى الله يوفي المطالب العدالة الإلهية فالله قال أجرة الخطية هي موت فإذن نحن تحت عقاب الموت ولكن مجيء المسيح الكامل مولود من عذراء لم يحمل الطبيعة الخطاءة استطاع أن يفدينا ويبررنا ويمثلنا أمام الله موسيقى موسيقى